تتواصل سلسة النشاطة التضامنية التي تقوم بها جمعية الراديوز رفقة قدام لاعبي لمنتخب الوطني حيث حطت الريحة لهذه المرة ببيت عائلة بن عبد الله التي فقدت ابنتها المعاوقة سيهام في حادثة السقوط جبل صخري على بيتها القصديري بحي كشة الجير بوهران مش هسأل إنسان أم تفقد الولدة الساحة ولا تفقد الولدة الساحة بهما كان صراحة ساقد الله أساطر الكرة الجزائرية على غرار بلومي مغار يفوسي مزور وغيرهم شاركوا في المبادرة وعبروا عن تضامنهم الشديد مع عائلة الفقيدة باسم قدم اللعبين والجمعية الراديوز طبعا كالعادة دايما نزوروا هذه المناسبات أول شيء نعزل لول هذا بنتها المسكينة المعاوقة ربي بغاها ادعها نحن اليوم نأكد تضامن على الشعب الجزائري والمواطن الوهراني وكذلك السلطات المحلية لمدينة وهران لعائلة سي الحبيب ونقولوا له باللي يعني رانا واكفين معك فهذه المحنة اللي جات بالعائلة هي مناسبة نترحم على الصغيرة سيهم اللي توفات وسيد كيماراكم تشوفوا يعني الحمد لله نتمنلها الشفاء أولا واليوم الزيارة تعناها احنا كريادين وقدماء اللاعبين هي عبارة عن زيارة تضامنية ومساعدة مادية ومساعدة كذلك معنوية للعائلة هذه زيارة مواساة وتضامن هو شعار المبادرة التي قامت بها جمعية الراديوز إلى عائلة فقدت أعز ما تملك إعاقة نموت تحت الأنقاض وجنة الفردوس مع الشهداء والصالحين بإذن الله